أسعدتم أوقات أيها المفكرون الصغار سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الهمزة سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسم بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الهمزة ألوان الجميلة رسم سكر أزهارا جميلة لونها بالأحمر والأصفر ولون أوراقها بالأخضر قالت أخته سمسم هيا نضعها في إناء واسع ونسقها الماء ضحك سكر وقال أنا أحب الأزهار وأحبك يا أختي النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الهمزة وتعبر عن ما تشاهد من الصور التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الهمزة وتنتقل إلى قصة حرف الهمزة قصة حرف الهمزة مع المدود القصيرة الهمزة عندما تزور الفتحة الهمزة تنتق أ وأيضا هناك جارتهن علامة السكون عندما تزور السكون حرف الهمزة ينطق أ النهاية ستقوم هنا عزيز المفكر بالتعرف على كلمات توجد في صوت اسمها حرف الهمزة بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة أما هنا عزيز المتواصل الصغير عليك أن تقوم بمهارتي التركيب والتحليل وذلك بقيامك بتركيب المقاطع الصوتية لتكوين كلمة مثل المقاطع الصوتية التالية س ما أو عند جمعها سويا تصبح كلمة سماء وأيضا عليك تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتية ككلمة أختي المقطع الأول أخ والمقطع الثاني تي ثم عليك تهجئة وقراءة الكلمات والجمل المعروضة أمامك بصوت واضح وسرعة مناسبة كلمة ميساء وجملة أبي علاء وهكذا أما هنا أيها المتواصل الصغير عليك أن تمرر القلم فوق النقاط حتى تجد حرف الهمزة وأخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف الهمزة هي مهمة مهارة الكتابة وهنا عزيزي المتعلم في هذه الصفحة عليك القيامة في دورك فتقوم بكتابة حرف الهمزة فتقوم بكتابة حرف الهمزة